في وقت يحتف العالم بيوم الطفولة يعاني الأطفال في العراق من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة أدت إلى نشوء ظاهرة عمالة الأطفال التي تسعت في الأونة الأخيرة إلى حد دفع وزارة العمل الحالية لوصفها بالأسوأ في تاريخ العراق ومع غياب المعين للكثير من العائلات بين قتيل ومغيب ومعتقل زوج مئات الآلاف من الأطفال في سوق العمل حتى بلغت أعدادهم وفق لوزارة التغطيط نحو نصف مليون طفل عراقي لترتفع معها نسبة الفقر بين الأطفال إلى 38% وهو تأكيد لما أورده تقرير لمنظمة اليونسيف الذي كشف بأن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة حيث يوجد طفلان فقيران بين كل خمسة أطفال مع وجود مسويات خطيرة للعنف ضد الأطفال بحسب الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن أربعة من بين كل خمسة أطفال بالعراق يتعرضون للعنف والضرب مع غياب أي قوانين رادعة لمرتكب الانتهاكات ضد الأطفال مأساة الطفولة في العراق فقمتها أزمة الأطفال النازحين في المخيمات ولا سيما مع سمرار أسباب تهجيرهم وحرمانهم من أوراقهم الثبوتية وهو ما اعتبرته منظمات إنسانية بأنها عمليات نزع للهوية وفي انتهاك آخر لحقوق الأطفال أثار الخوف والهلع لدى العائلات أكد المتحدث السابق باسم مفوضية حقوق الإنسان عن البيات وجود عصابات تنشط للاتجار بالبشر ولسيما بالأطفال داخل وخارج العراق وأنه من غير المستغرب أن تعلن مدرية شرطة بغداد عن فقدان 450 طفلا عراقيا خلال الأشهر العشرة الأخيرة الأمر الذي يدق نقوس خطر على صعيد المتاجرة بالبشر وانتهاك حقوق الأطفال إذن هو تنام غير مسبوك لظاهرة عمالة الأطفال في العراق بعد عام 2003 سببتها ظروف سياسية وأمنية واقتصادية وفقمها الفساد والإهمال الحكومي في حماية الطفولة في العراق ومنع استغلالها والاتجار بها